كشفت روسيا أنها حصلت على موافقة سورية على فتح أربعة معابر حدودية مع العراق أو من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين النازحين وذلك بمجب خطة بعيدة الأثر قدمتها روسيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعلنت روسيا أنها حصلت على موافقة سورية على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من النازحين وذكر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن ذلك سيتم بموجب صيغة واسعة المدى تم اقتراحها على أعضاء مجلس الأمن دون ذكر المزيد من التفاصيل وأشار دبلوماسيون إلى أن الصيغة تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سوريا وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته استراليا ولوكسنبورغ والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سوريا بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتل المعارضة وفي أول رد فعل غربي أشر عدد من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة أن بلادهم تحتاج إلى وقت لدراسة الاقتراح الروسي والتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن ما إذا كان يمكنه العمل على الأرض وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي درست في وقت سابق مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سوريا دون موافقة الحكومة السورية استنادا على الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة الذي يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه حال تمريره في مجلس الأمن لكن روسيا قد أكدت من قبل معارضتها السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية وكانت الحكومة السورية قالت إنها لم تقصر في توصيل المعونات للمحتاجين وأن الإقدام على إدخال أي معونات إلى الأراضي السورية دون موافقتها مخالف للقانون الدولي وسقط أكثر من 150 ألف قاتيل في حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن 9 ملايين شخص على الأقل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة كما فرأ أكثر من مليونين من البلاد